في صيف لاهب تلتهب الأنانية المفرطة أيضا والتي لا ترعي حقوق الناس بخدمة الكهرباء لكن ما يجري في الأروقة المراقبة لحال الكهرباء في كاركوك له وقع من نوع آخر حديث يقول البعض أن حكومة الإقليم تعامل كاركوك وكأنها محافظة غير عراقية لكن بعيدا عن هذه التفسيرات فإن الواقع الملموس يكشف عن خطر جسيم بحق شركة الماس الاستثمارية التي قدمت ما لديها من خدمة كهربائية للمحافظة بحسب اتفاقية موقعة مع محافظ كاركوك حول تقديم 250 ميجا وط في الساعة الخطر الذي يصف بشركة الماس قطع الطريق عليها من قبل حكومة الإقليم ممثلة بوزارة الكهرباء في كردستان وإتمام العقد المبرمي لإنجاز الخدمة الوثيقة التي ردت من خلالها وزارة الكهرباء في الأقليم على كتاب شركة الماس الموجه لمحافظ كاركوك جاءت بأرقام تقارب 437 مليون دولار تدعي الوزارة أنها دفعتها إلى الشركة ودفعت مثلها تقريبا كلفة للوقود لكن الأسباب الحقيقية تقول شركة الماس في ردها على كتاب الوزارة إنها أوقفت عملها خشية ضياع الكفالة التأمينية بعد أن منعت الوزارة إتمام المشروع لأسباب وضعتها على عتق محافظ كاركوك وشركة الماس الواقع المؤكد يقول إن وزارة الكهرباء في الأقليم تضع العقدة في مشار تحقيق شركة الماس لهدفها المنشود والشركة التي لها باع طويل في إصال خدمة الكهرباء تحرص دوما على دعم العراق وخدمة البلاد وتضيئه بين هذا وذاك مديونية حكومة الإقليم بمبلغ يفوق ثلاثة مليارات دولار مع فوائدها المستحقة لحكومة بغداد على الرغم من أن حصة الإقليم من رواتب وميزانية خاصة تتوفر دوما لها مقابل عدم إعطاء حكومة الإقليم حق المستثمرين وهذا ما أوصل الماس الشركة الأكبر استثمارا في الكهرباء إلى حالة من الإيقاف وهو ما سيؤدي بها إلى انفجار معداتها حالة من الانفجار الكهربائي تشبهها حالة ضيع الحقوق وتخريب عقود وتشويه صورة الشركات الاستثمارية كشركة الماس كل هذا ينتج فقدان الكهرباء وتبقى كاركوك الضحية